الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر 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 مسلمان partout dans le monde après avoir accompli l'obligation du jeûne et après avoir fait la provision de bonnes actions pendant le mois de ramadan et quelle joie est plus grande que celle d'un serviteur croyant qui a obéi à l'ordre de son seigneur qui dit dans le sens du verset dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde voilà de quoi il devrait se réjouir c'est bien mieux que tous qu'il amas Allah aكبر Allah aكبر Allah aكبر عباد الله عن Anas قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَهَذَاً يَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْأَطْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ الْحَدِثُ رَوَهُ أَبُوْدَاوُود د'après أنس رَضي الله عنه lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est arrivé à Midîn ses habitants avaient deux jours durant lesquels ils se divertissaient le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quels sont ces deux jours ils ont dit nous avions l'habitude de nous divertir durant ces deux jours dans la jahiliyyah dans la période avant l'islam et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit certes Allah vous a remplacé ces deux jours par deux jours meilleurs le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne حَدِثُ رَابِدْاوُود عِبَادَ اللَّهُ وَيَوْمُ الْفَيْتُ وَيَوْمُ عِيْدِ الْفَيْتُ وَيَوْمُ الْتَكْبِيرُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةُ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يقول الشيخ السعدي رحمه الله في معنى هذه الآية قال وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ لِأَلَّا يَتَوَهَمْ لِأَلَّا يَظُنْ لِأَلَّا يَتَوَهَمَ مُتَوَهِمْ أن الصيام رمضان يحصل المقصود به ببعضه ليس فقط بعض أيام رمضان بل المقصود كل رمضان رفع هذا الوام بالأمر بتكميل عدةه بتكميل أيامه وبشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير بعد انقضائه ويدخل في ذلك التكبير عند رؤيته لالي شوال إلا فراغ خطبات العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Mes très chers frères et soeurs en islam le jour de العيد est le jour où nous devons proclamer la grandeur d'Allah en faisant تكبير Allah dit dans le sens du verset afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant concernant ce verset شخص الله أكبر الله أكبر et cela et Allah est plus savant afin que personne ne s'imagine que le but du jeûne du ramadan puisse être atteint si on en jeûne une seule partie cette conjecture a été écartée à travers cet ordre d'achever la période du jeûne le très haut subhanah dit être remercié une fois à la période du jeûne achevé pour avoir permis et facilité l'accomplissement de cette obligation et ce par la glorification de son nom le jour de son expiration dans cette optique entre la glorification du nom d'Allah lors de la vision du croissant du mois de Sherwell jusqu'à la fin du prêche de la prière de la fête de la rupture الله أكبر الله أكبر الله أكبر إباد الله وَيَوْمُ الْعِيد عِيدُ الْفَتْرِ وَيَوْمُ الْتَصَافِي تَصَافِ الْقُلُوبِ يَوْمُ الْتَصَافِ وَالْتَسَامُحِ يُسَنِحُ الْمُسْلِمُ أخاه المسلم لأن قلب المؤمن ليس بالقلب الحاق بل المؤمن صاحب قلب تقي نقي كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا غل فيه ولا حسد وصاحب نفس طيبة المؤمن نفس طيبة صافية تغفر وتتجاوز وتتكرم وتسامح قال سبحانه فمن عفى وأصلح فأجره على الله وَيَقُونُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ لا يَحِلُوا لِمُسْلِمُ أصفر البخاري مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله وعلينا أن نصل أرحامنا وأن نقوي علاقات المحبة مع الأهل والأقارب والإخوان والأصدقاء والجيران علينا أن نجعل عيدنا عيداً يتذكره الصغار بالفرح والمرح والسرور عيداً يذكره الكبار بالتواصل والتراحم وبالذكر والشكر عيداً يذكره المحتاجون والفقراء بالساعة واليسر ويذكره الأغنياء بالعطاء والبذل الله أكبر الله أكبر الله أكبر نسخفل بلعطاء نذكره أحضر والذكر Victoria ورحمته وسببdas وتعتقدم المسيحات وشخص وشخص يانس ومن وعوصيكم إخوتي وأخواتي بالاستقامة على الطاعات حتى الممات وأن نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والثبات قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين وعشرين قبل أكبر على التحقل ومحاول الآن سبحانه أن الله سبحانه وتعالى وعن الله سبحانه وتعالى نمتعقى في روح الرمضان اللهم أمين الله سبحانه وتعالى دين لصولي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر هو الذي تستطيع وجهر في الجدل. هم تحديلهم . هم تحديل replica . ليس تحديل فعندك . وهكي تحديل وتعثي بها . وهكي تعرف أنها تلعطاها . وهكي تعرفي أن تنبقي لجيسلة . وهكي حسنًا على هؤلاء . وهي يسكن من أكثر ، اشتركوا في اشتركوا في القناة مرة أمين. ومن افعل مدى مددى لله التي سنقر الأش PRIM السلام يريد التعليق أنطر مرانة جوانا اهلاً لن من البعط تنبت تنبت اعطيت تنبت Un mon úster يريد أن تريد أنفسك هذا يريد أن تكون للأخذ أنك غيراً أنك تحقق أنك الهم أنك يملكك يريد أن يريد أن تكون نوعاً هذه الآهاة للإسلام هي الفيديه أنك تحقق أنك منه أنك في الحارس سوف يريد أنك سوف تنسيس أنك هناك في الإسلام وما يفعله تنسيس أنك تنسيس أنك في الإسلام ستنسى أنك تكون على أعلى هذا النبي دعونا الذي خلقناه سوف تنسيق لنا هل شخص آنًا يزالنا من خلقناه أو هل أمر من خلقناه يجب أن يكونوا مزعودة للمساهم تقرأوا منه المساعدة التي يشعرونها لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون للمساعدة ونصبح للمساعدة هذه أمه أمه المساعدة صلى الله عليه وسلم الله أمين الله أمين الله أمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وشك وعظم سلطان لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينهم في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك شاء لنا فيما توليك وبارك لنا فيما أعطيك وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيك فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن أعتقت رقابهم في رمضان وتقبلت منهم هذا الشهر في ميزان الحسنات يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعوام مجيدة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نرفسته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا عيبا إلا سترده ولا حقا إلا استخرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صلاح لا أن تلع على قضائه واسترتها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح إزواجنا وذريتنا وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف النفوس صرف نفوسنا إلى طاعتك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاث والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاد اللهم إنا نسألك التوفيق والنجاح لأبنائنا الطالب والطالبات اللهم أوفقهم في انتحانات البكالوريا يا رب العالمين اللهم أوفقهم لكل خير واجعلهم من الفائزين الناجحين يا رب العالمين لإخوة الذين طلبوا الدعاء لمرضاهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم شفاء عاجل وغير آجل اللهم اشفينا جميعا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وانحم موتانا وموت المسلمين برحمتك أرحم الراحمين اللهم وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وقوموا يهنئوا بعضكم بعضا وإلى العام القادم إن شاء الله تعالى نقوموا يهنئوا بعض منكم نضغطهم أسنقوا لعضاء موسكية ترجمة نانسي قنقر شكرا